صرح مستشار الرئاسة في الإمارات الدكتور أنور قرقاش أن مشروع رأس الحكمة يعد خطوة نوعية أخرى في تعزيز روابط الإماراتية المصرية من بوابة الاقتصاد والاتثمار واضحا أن شراكة الماضي والحاضر هي أيضا شراكة المستقبل وعلى صفحته بمنصة TX أكد قرقاش أن المشروع ملهم ويعود بالخير على مصر والإمارات ضمن مفهوم البعد الجي واقتصادي لعلاقات الإمارات العربية والإقليمية رأس الحكمة كلمة السر للانفراجة غير المسبوقة التي سيشهدها الاقتصاد المصري والنجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية في إطار تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية الواسعة التي تنفذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر يرتكز المشروع على شقين اثنين أولهما الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 35 مليار دولار يتم ضخها خلال شهرين وأما الشق الثاني فهو أرباح الدولة المصرية من المشروع وتبلغ نحو 35% من الأرباح رأس الحكمة مشروع سياحي استثماري يتضمن إقامة فنادق ومنتجعات ترفيهية ومنطقة مال وأعمال ومطار دولي ومنطقة مارينة دولية ومن المتوقع أن يستقطب المشروع نحو ثمانية ملايين سائح سنويا إلى جانب تدفق أموال بما لا يقل عن 150 مليار دولار طوال مدة المشروع وهو ما سيعود بالخير ليس فقط على الاقتصاد بشكل عام وإنما على المنطقة وسكانها بشكل خاص والتي سيتم تنميتها بشكل مدروس وسوف يتم مد طريق ساحلي بكفاءة عشر حارات بكل اتجاه وقطار كهربائي فائق السرعة لخدمة المدن الساحلية وربطها بباقي محافظات مصر الدولة المصرية لم تغفل أي تفصيلة تخص المشروع وعلى رأسها سكان المنطقة فقد التزمت تجاه أهالي مطروح الموجودين على هذه الأرض المخصصة للمشروع بتعويضهم تعويضا كاملا نقديا وعينيا وقامت الحكومة بالفعل بعمل حصر لكل الموجودين على الأرض وكل المباني وكل الأراضي الزراعية إلى جانب تخطيط جاهز لمنطقة جنوب الطريق الدولي الساحلي لإنشاء تجمعات للأهالي لنقلهم إليها ليكونوا في نفس المكان وقريبين منه صفقة تمثل توجها منشودا للاقتصاد المصري يتوسع فيه نصيب القطاع الخاص من المشروعات التنموية الضخمة كما سيوفر المشروع الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ومن بين مكاسب هذا المشروع تحقيق الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم وهو ما سيستشعر أثره الطيب المواطن المصري ترجمة نانسي قنقر